بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة تمنا مايكروبيولجي. بعنوان يعني 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 بشوف بتاعتها او الكفاءة بتاعت الانتي ميكروبيال ايجنس ان هي تقتل مايكرو ارجنزم اللي عندي. طيب انا عندي الانتي ميكروبيال ايجنس اللي هدرسها النهاردة. عندي الديسينفكتانس. وعندي انتي سيبتيكس. وعندي بري سيرفتيفز اخر حاجة. اغرب المحاضرة هتابع على الديسينفكتان شنسوا الله. طيب. لاما هشتغل على بكتيريا. لاما هقيس كدرة مسلا الديسينفكتان او الانتي سيبتيك بتاعي والبريزيرفتيف على بكتيريا. لاما على فانجوي. لاما على فيروس. البكتيريا تلات انوية لاما فيجيتيتيف ودي اقل واحدة في الريزيستانس. في اه اه منها في الريزيستانس بسميه اه مايكو بكتيريا. وفيه الاعلى منها اللي هو الكلين عارفينه اللي هو اللي سبولز. طيب. علشان ناخد التستات اللي بتقيس التزينفكتان اه بتاع التزينفكتان على الفيجيتيتيف بكتيريا دوت اول حاجة هنبتدي بيها. عندي تلات انوية. دوت التزينفكتان اجانست الفيجيتيتيف بكتيريا. شوية اسمهم انفايت وتست. ودول بعملهم في اللاب. وفي البركتكال تيست. ودول في الريال لايف. وفي الانيوز تيست. هناخد كل واحدة بالتفصيل والانواع. نبتدي بسمان احمد الرحيم. اول حاجة في الان فيترو تيست. في الان فيترو. عندي اول واحد ان انت تشوف البكتيريو استاتيك. البكتيريو استاتيك. البكتيريو استاتيك اكتيفتي بتاعت التزينفكتان بتاعك. يعني انت عندك تزينفكتانت. عندك تحط عليه المايكرو ارجانيزم. عايز تشوف البكتيريو استاتيك بتاعه ان هو ما يوقف اللمو بتاعه لكن ما يقتلهوش. فقالك دوت بتعمله ايه? بتعمله باي اما اي سي سيرير دولوشن. اللي احنا اخدناها في لكشور سيفن. سيرير دولوشن. بس قالك ان دوت عمتا. نوت يوسفول او ريريوزد. ليه? ليه? قالك لان انا لديزينفكتانت بتاعي عايزو يبعدو الديزينفكتانت بتاعي. عايزو يبعدو باكتيريو صيدل افكت. حشرة حارك بروح. باكتيريو صيدل. ليه بقى? قالك لو اعتبرت ان هداية الفلور بتاعتي وهي عليها عدت معين من المايكرو ارجانيزم. لو انا انا جبت بيعمل باكتيريو ستاك ساعتها العدد مش هيكبر بس هتفضل موجودة فلو انا دوست على الارض ديت هيحصل الانفكشن يبقى انا مستفدتش اي حاجة بالتزينفكتنط طيب يبقى اول حاجة تست عن تنفل فيترو تست البتاع الباكتيريو ستاك اكتيفتي باي ام اي سي سيرا ديوشن وقل ان هو اللي يوزد علشان انا عايزه يبقى عندي بكتيريو سيدل افكت ناط بكتيريو ستاتيك افكت تاني تست عندنا اسمه ساسبينشن تست ساسبينشن تست دي ببساطة عندها كلها نفس الفكرة اللي بتشتغل بيها ان انت دلوقتي عايز تقيس الافكت بتاع التزينفكتنط بتاعك على المايكرو ارجانيزم قال لك خلاص دي سهلة جدا 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 انت هتجيب الدزينفكتنط وحط عليه المايكرو ارجانيزم وليفت ليه يعني تسيبو شوية وقت يكون الدزينفكتنط اشتغل على المايكرو ارجانيزم وكل ما تسيبو اكتر كل ما هيقتل اكتر طيب وبعد كده تعمل حاجة اسمها ساب كالشر يعني ايه ساب كالشر يعني ان انت تاخد انيكلوم وتحطه فيه علشان تشوف حاجة من الاتنين لاما تشوف هل حصل حصل ولا لا بس بتقفش هل حصل ولا لا لاما تعدي لو شفت حصل ولا لا دوت انا بسميه تست 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 من الكوالي تيتف ساسبينشان تست اسمه ايه الكوالي اول كوالي تيتف ساسبينشان تست عندي اسمه اه ريديال ووكر تست تست بيكول 2009 دائما دائما نپس دائما ن asking بتاعي تست بتاعي بتاعي ابدا ابدا ساي ابدا افكت. فهو قال له خلاص. انا هعمل التست بتاعي واشوف انهي افكت اللي هسبته للديسنفكتاند والفينول علشان اخده الكنسانتريشنز اللي تعملي ده. فرح قال لك انا هجيب مثلا تلات تلاتة تلاتة كونسانتريشنز. انا صغرها وانشة عشان الشاشة صغيرة. تلاتة كونسانتريشنز من الديسنفكتاند. وحط عليهم الميكراورجانزم. واحط عليهم الميكراورجانزم. مثلا دوت بضرب or comment عندي. لبعرفت ان انا بحط الميكراورجانزم. مثلا دوت الكنسانتريشن عشرة. كونسانتريشن عشرين. تلاتين واوت سيبه اكسوبوجر طايم وتعمل ساب كالشر. قال لك لو عملت هتعمل ساب كالشر عند اربع او ات يعني هتاخد كل شوية نقطة وتحطها هنا وهكذا عند دقيقتين ونص وعند خمس دقيق وعند سبع دقيق ونص وعند عشر دقيق كل مرة بزاود دقيقتين ونص لأ مثلا ان في القليل مش محتاج دقيقتين ونص وخمس دقيق وسبعة دقيق ونص وعشر دقيق قال لك الكنسنتريش بتاعت زينفكتانت قليل فعلشان نيقة البكتريا محتاج وقت كتير ولا قليل لو الكنسنتريش بتاعت زينفكتانت واطي يبقى هو ساعتها محتاج وقت كتير علشان يعمل لمين لمايكرو ارجانزم فلاقي ان هو عمل نجروس عند العشر قتلها عند العشر لكن قبل كتا عمل عمل جروس عمل جروس عمل جروس طيب لما زودت شوية يبقى هيقتلها عند اقل نجروس نجروس وهنا في جروس هنا هلاقي ان في اه هنا هلاقي قتالها بدري لان انا زودت نجروس 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 وهنا في جروس طيب اخد اني كونسنتريشن قالك خد الافكت اللي يديك النجروس اقل لكونسنتريشن اقل لكونسنتريشن يديك نجروس في السبع دقائق ونص على شرط انه يكون قبليه في جروس يعني واحد يقول لي دوت هقوله لسببين ان هو مش اقل الكونسنتريشن اه مع اه الديسنفكتر انت قتل فيه البكتيريا عندي سبع دقائق ونص بس ولكن لانه كمان عمل اه لانه كمان قتلها عند الخمس دقائق فانا ساعدت اخد كونسنتريشن بتاع يبقى الفينول كوفيشن بيساوي كونسنتريشن عشرين على كونسنتريشن بتاع الفينول اللي يديك برضو نفس الافكت ايه هو الافكت اللي هو في السبع دقائق ونص ولكن يديك في الخمس دقائق تمانا بتاع كده قالك مشكلة تلات حاجات بتاع تلات حاجات بتاع تلات حاجات واحد انه بيشتغل على الفينولي بس لاما ما كانش عارف يكارنو بالفينول اتنين ان هو حط المايكرو ارجانزم لوحده يعني ايه حط المايكرو ارجانزم لوحده يعني قالك لو انت عندك فلور وعليه مايكرو ارجانزم فانت هتلاقي ان هو جنبيه مايكرو ارجانزم كتير مايكرو ارجانزم كتير ديت ممكن تقلل افكت بتاع تقلل الافكت بتاع الديس انفكتانت فساعتها وديت بسميها ارجانيك لود يبقى لك علشان انه ارجانيك لود اريوزد في التست اللي هو ريديا الوكر تست طيب حاجة تانية انه هو عمل اسودات اسمه ايه اه لو اكسبوجر تايمز شورت اكسبوجر تايمز معناش كلمة شورت اكسبوجر تايمز لانه هو اسل تزينفكتانت فاقصى حاجة مدة عشر ايه هو خايف لحسن يكون مسلا لو انا جيت بعد نص ساعة لتزينفكتانت بتاعي الافكت بتاعي ايه فاجه واحد اعمل ساسبينشان تست برضو على فينولي برضو بس اصلح موضوع وموضوع اكسبوجر تايمز اهو صفحة جديدة وخلاص راجع ده اسمه تشيك مارتن تشيك مارتن تشيك مارتن قالك انا هعمل نفس الحكاية هحضر مختلفة من الديزينفكتانت وليكن عشرة عشرين تلاتين اربعين وبعد ان ما احط المايكرو ارجانيزم انا عايز بقى اعمل ارجانيك لود قالك خلاص حط معها يست على كل واحد على كل يبقى هتحط المايكرو ارجانيزم زائد يست تاخد الساسبينشان دوت وتحط شوية في الكنسنتريشان بتاعك ومش هحط بقى بعد دقتين ونص وسبعة دقائية وخمس دقائية والكلام دوت قالك لأ انا هستنى يكون نص ساعة وعمل سبكالشر بعد نص ساعة طيب هلاقي مسلا ان دوت وحصل اجرس يا حاسف تبدو حصل جرس في wcześniej حصل جرس قليل حصل جرس في finally الكنسنتريشان كبير ما في الاجرس البالغو نوجروس طيب اخد انهي اخد انهي قالك شوف دول مختلفين في نمسح قالك انا هقسمهم لحكتين شوية عمله نوجروس وشوية عمله جروس قالك خد المين بتاع دوت يبلفينوليك كوفيشنط المين بين اكتر اكبر كونسنتريشن اداني جروس واقل كونسنتريشن اقل كونسنتريشن ادالك نوجروس يقب هقسم برضو الكنسنتريشن بتاعت ازينفكتان تعالى الكنسنتريشن بتاع الفينول اللي يديني الافكتان هي المين بتاع المين بتاع اللوست اللي يديني لا أعلى لأن الأصغر بيديني واللوست اللي يديني تمام خد بالك يعني هاخد مسلا الاتنين كونسترشنز دوت 30 ناقص عشرين على اي باقي كان الكونسترشن مسلا 40 ناقص 40 ناقص 30 مثلا وقسم هنا على الاتنين وقسم هنا على الاتنين علشان اخد المين طيب الاتنين هتروح مع الاتنين فانا ممكن عادي ام ما ينص من بعض ما تشغلش بالك خد المين وقسم عن المين دوت كده الـ الـ حسبنا الـ قال لك فيه الـ الـ برضو تست بس كوانتيتيتف ودول تو تست او الواحد اسمه الـ عادي قال لك تعمل ايه الـ انا عايز اشوف دلوقتي اعسب حاجة اسمها الـ قال لك انت هتدي بالـ وتحط على وتسيب هم هو كله نفس بس دوت كوانتيتيتيتف فانت ساعدت هتعمل سب كالشر وتقيس الكاونت الكاونت دوت بتاع اللي لسه في دلعائش اللي هو بسميه ن دي يعني النمبر 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 بتاع البكتيريا وانا في حالة ان انا حطيت طيب لو لقيته مثلا عشر معنى كده ان هو قتل كام هل معناه انه قتل عشر قال لك لا على حسب انت بادئ بكام يعني بتاعك لو كان نمبر اللي كان مفروض دي طلع مية ساعتها يبا هو قتل بساعتها مية ناقص عشرة بتساوي تسعين طيب هعرف ازاي ان هو كان بتاعي مية ولا لا قال لك اعمل وما تحطوش في تسينفكتنت ولكن هتحطو تايبا في وتسيبه طيب مالهاش رزمة وتعمل ساب كالشر وكل حاجة الكاونت اللي هيطلع لك هسميه اني سي يعني النمبر في الكنترول تمام يبقى بتساوي العدد الكل اللي هم مية ناقص العشرة يبقى اني سي ناقص الاني دي اني دي عرفتها منين من التست عادي خالص حطيتم مايكرو ارجانيز مع لالدسينفكتنت بسيبتوهم يدفعلوا مع بعض في اكس بوجر طيب وعملت ساب كالشر واستي كاونت عادي خالص بس اللي خد اللوج لوج اني سي على لوج اني دي طيب في واحد تاني اسمه داتش ستاندرد تست او تلت خمسات دوت اسم التست هو نفس الفكرة بتاع السسبنشن كوانتي تيتف اني 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 تجيب وتحطوا على وتسيبوا وتشوف طيب وتحسب بيساوي لوج الان سي ناقص لوج الان دي طيب دوت ادي خالص دوت كده دوت كده السسبنشن طيب ليه سميته ثلاث خمسات تست قالك لان انت هبتاخد خمسة من المايكرو واتسيبهم خمسة في والخمسة التالتة ان مفروض تطلع في الاخر بخمسة عشان كده سميته خمسة 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 تست اللي هو دوت ستاندرد تست وده تيعتبر كوانتي تيتف تست زي السسبنشن نقول تاني هنرجع ما تخافوش بس نخلص حتة كبيرة هجيب خمسة وحطهم على واسيبهم خمسة واسيبهم واسي الكون وي لازم يطلع لي بخمسة الجرم بيساوي خمسة ساعتها بيسميها خمسة اللي مكتوب في السلايدز كالأدي فين فين اهو قالك انت هتاخد خمسة تست أرجان وتسيبهم خمسة مينة اكس بوشر تايم واللي هتطلع اسمه يعني يعني لما تنقصت الاتنين الارجانزم من بعض ترى لك بخمسة طيب حاجة بس لازم اقولها قالك ان الخمسة مايكرو ارجانزم دول هل لازم اعرف ايه هم الخمسة مايكرو ارجانزم قالك هم حاجة من الاتنين لام الارجانزم اللي بيعملولك في الفود او اللي بيعملولك في الهوسبيتال اندستري والباسلة السيريس هناخد الباسلة السيريس قدام والسكاروميس سكاروميس سيرفيزي هناخدها قدام في الفانجاي سكاروميس سيرفيزي طيب من الخامسة بتاع الهوسبيتال موجودون في السلايز برضو السودومونس إرجانيزة برضو والسكاروميس برضو يبقى دول الاتنين مشاركين فيه تلاتة كمان هنمش عارف هنحفظهم منهم الكانت الدقالبيكانز ديات سهلة برضو لنحفظها ونحتاجها قدام واتنين اللي هم السلمونيلا طايفي والبروتيس أنا بقرهها يعني مش هفظها بروتيس ميرابلس ميرابلس طيب تحفظوا منت مع نفسك ايه بعد اه حاجة كنت نسيت اقولها في الساسبينشن تيست الساسبينشن تيست بس لما انت كنت بتعمل سبكالشر قلك فيه ترائتين من السبكالشر واحدة اسمها تعمل عادي خالص اسمها اي يا ربي بس نحن نرحل اهي لاما تعمل او لاما حاجة اسمها بس ده اللي انت محتاج ترافه يعني ايه من برين فلتريشن انت بتاخدها على وبتزرعها حاجة كده لاما دايري تيكالشر لاما من برين فلتريشن ودايري تيكالشر لاما سيديد اجار لاما سيرفيس اجار طيب اا كده خلصنا كده خلصنا لا مش ما خلصناش الفاطل اتنين اللي هو ده هو ترقل كامل طيب في واحد اسمه يعني كباستي كباستي اللي هي القابلية على انه يحمل شيء فده يتبقس فيها هل هو وهيفضل يريتين الاكتيفدي لما بزود اللود ولا لأ الكلمة بس اه ليها اسم تاني اللي هو كيلسي سايكس دي بانس اسمها يبقى دوت على ليه امتى ليه بستخدمه انكريز انجلود قالك علشان دي ستو ميليتز براكتيكال سيتيوشن فور افرياتين جيفيكسي اف ايجان فور فلول ديزينفكشن عشان دي الحالات اللي بلاقيها في الفلول ديزينفكشن طيب الكباسي تيست دوت بيقولك ايه انا عايز ازود اللود يبقى انا هشتغل عادي خالص 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 زي الساسبينشن تيست بالزبط الكواليتيتي في ساسبينشن تيست ولكن هزود اللود ده بدوت عمله زي هجيب المايكرو أرجانيزم وحطه على ديفينت كونسنتريشن من واسيبه في واعمل واشوف حال حصل ولا افروض ان هو يحصل وانا حطت طيب بعد شوية هسيبه كمان وقت تاني واحط شوية كمان بزود اللود على نفس يبقى انا هنا بقى عندي طبقتين من المايكرو أرجانيزم واسيبه برضو نفس واعمل واروح اعملها تاني مايكرو أرجانيزم وحطه على نفس التيوب برضو تاني واسيبه نفس واشوف ليه بعمل انا بشوفه هل هو يقدر يستحمل ويفدر كل مرة يديني نوجروس يعني كل مرة يقتل البكتيريا او المايكروب اللي عندي طيب تمام ده الكاباسيتي او الكلسي سايكس تست كلسي كلشي سايكس تست بعد الكاباسيتي تست في حاجة اسمعي الكاريير تست الكاريير تست الكاريير تست دوت انا بشوف بس يعني ايه كاريير يعني انسترومنت عايز اعمل ديزينفكشن انسترومنت فالك انا طبيعي كنت بحط المايكرو ارجانيزم بتاعي على الديزينفكتانت واسيبه طايم وعمل سابكالشر بس انا مرادة عايز اشوفه على الانسترومنت بتاعي اللي هو ممكن يكون كثيتر او ممكن يكون اي ماتيريال او اي متل تاني فمسلا هستخدم دوت كده دوت ايه؟ دوت معصة عادي ساعتها بعد ما احط المايكرو ارجانيزم على الديزينفكتانت يبقى انا كده عملت السبينشن تست عادي لأ قالك لأ انت تعمل ارتفيشيال كنتمينيشن للميتل بتاعك ارتفيشيال كنتمينيشن وتخطه هو في الديزينفكتانت وبعدها تطلعه تسيبه في الاجسيبوجر طايم وبعد كده تطلعه وتعمل سابكالشر عادي خالص جدا دوت الكاريير تست طيب كده خلصنا تحب تراجع عليها اعمل لك مفاجه ما لش كده بجري بعيد اعمل تعمل اهو الانفايترو تست انا اللي عمل لسويس دايت طيب اول حاجة كنا بنشوفها هي البكتيريو ساتيك اكتيفتي بالاما اي سي سيرير ديوشن مسلا انها ان هي نت يوسفول علشان انا محتاج عائس البكتيري سيدر افكت تاني حاجة قلنا ان احنا بنحط المايكرو ارجانيزم على الديسنفكتانت ولو هو كواليتاتف بسوف جروس او نو جروس وكان عندي اتنين وبقيسر فيه لاما عندي ريديال ووكر لاما تشيك مارت طيب في الريديال ووكر كنت بستخدم عشان ديلي بتلغبطك ان انت كنت بتستخدم ودفراند تايمز وكنت بتشوف الكونسانتريشن اللي هيديك هنا جروس عند الخمسة ونو جروس عند السبعة وتقسمها على نفس الكونسانتريشن بتاعي الفينو اما دا دا الريديال ووكر اما في الريديال ووكر ما كنت بتستخدم ديفراند طايمز ولكن كنت تستخدم ديفراند كونسانتريشن زي بس وبتسيبهم تلاتين دقيقة وبتحسب اكتر واحد اعلى كونسانتريشن اعمال لك جروس وعلى اصل كونسانتريشن اعمال لك نو جروس تمام بعد كده كان فيه في السبينشن تست الكوانتيتيتيتف كنت بحسب كان عندي السبينشن تست عادي خالص لاما كنت بعمل دايريكت اا كالش اللاما فلتريشن اا وكان فيه تتش ستاندرد تيست بتاعي اللي هو لتالت خمسات وفيه الكابستي تيست بزود اللود والكاريير تيست يعني بحطه على الانسترومنت طيب ملهاش لازم تريبا نسليز اللي هنعمله طيب ايش بعد كده فيه عندنا البركتيكال تيست مش مهم خلص يعني ايه البركتيكال تيست ده اللي انا بستخدمه في الريال لايف انا بستخدم براكتيكال تيست قالك البركتيكال يعني حاجة من الحاجة لإما بشوف التزينفكت بتاعي على الانسترومنت لإما على سيرفس طيب ازاي يشوف الدزينفكتان على الانسترومنت ان انا احط المايكرو ارجانيزم على الانسترومنت وارح حطه في الدزينفكتان ما هو دوت سيم آز كاريير تيست ولكن هيبقى فيه فرق واحد بس علشان يغلي براكتيكال مش فيترو تيست ان انا بستخدم هاير لود بس طيب الطيب التزينفكشن تيست بتاع السيرفيس السيرفيس دزينفكشن تيست دوت عندي منه بسم الله من الرحيم تمام تمام دوت صحيح جدا الفكرة كلها ان انت عندك دروقتي السيرفيس اللي هو سيرفيس هوت وعايز تشوف المايكرو ارجانيزم اللي عليه حال هيتقتل ولا لا بالدزينفكتان فقالك خلاص ادي السيرفيس بتاعي اللي هو هيكون غالبا بي في سي اللي هو بي في سي فلور او سينساتيك شيت سينساتيك متريل قالك ساعتها هتحط عليه برضو المايكرو ارجانيزم بعدها هتاخد السيراميكوية ديت وتحط ها في التزينفكتان تقالك لا انت هتعمل ايه هتجيب التزينفكتان وتعمله سبريينج على السيرفيس بتاعك وبعد كده تاخد الكلش وبعد كده تروح وبعد كده هتسيب ها وتعمل وتعمل وتشوف هل حصل غروس ولا ما حصل غروس طيب حاجة بس اخيرة انه قالك لما تحط المايكرو ارجانيزم على السيرفيس سيب يدروي في ستاندرد هيت ستاندرد تيمبريتشور و هيميديتي وتسيب يدروي خالص وبعد كده تعمل سبري بل حصل غروس ولا دوت ببساطة جدا نخش على بعض في دوت بستخدمه علشان الموضوع باختصار انها دلوقتي عندي مسلا سيرينجة السلام على الرسم دي السيرينجة بتاعتي دلوقتي انا استخدمتها وعايز ارميها فهل هجيب البسكت او بسميها الباكت ورميها على طول قالك لا لان انت ساعتها هترمي فيها حاجات كتير فهتعمل بروبيبول سورس اه اف انفكشن يبا انت كم بعد كل حاجاتها بتعمل انفكشن وحطيتها في مكان واحد ده كده هبل طيب فانت هتعمل ايه هتحطها الاول فيه ديز انفكتانت هتحطها في ديز انفكتانت وبعد كده تاخدها من ديز انفكتانت هيت هنا كده وبعد كده هتحطها في وبأن تعمل ايه ان انت تاخدها من الباكت تاخدها من الباكت سان ياه ده وتعمل عليها هتاخدها من الباكت وتخطها في ديز انفكتانت لا يابا انت كده لممكن تكون قتالة انت هتحطها في مش رابير اهي في ان اكتيفيتنج سولوشن. ان اكتيفيتنج سولوشن. ليه بيعمل ان ان اكتيفيتنج سولوشن دوت? بيشيل الديسنفكتنط من ناحية. ومن ناحية تانية هاخد من هو خمسة لعشرة وعملها سبكالشر. واشوف هل حصل جروس ولا نو جروس? لو حصل نو جروس يا بقى العملية في الهوزبيتال تمام? لو حصل جروس معنى كده ان هو استخدم لو ديليوشن او لو كونسنتريشن من فروم الديسنفكتن. اعملات الديسنفكشن معيوبة. ده الانيوز تاني. نقول بسرعة الانيوز تست. انيوز يعني ايه? او تعالى نقول من الاول خالص. كان عندنا فيه حاجات اسمها هنرجعها بسرعة جدا 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 جدا. لاما كنت بتشوف البكتيريو وساعتها قلنا ده علشان انا عايزه يكون عنده بكتيريو لاما كنت بتعمل قلنا ان هما فيه منهم نوعين كان عندي اتنين واحد اسمه آآ ريديا الووكر دوت كنت بحضر ديفرنت كونسنتريشنز وفي ديفرنت اكسبوجر تايمز وكنت بشوف اللي هيديني النوج آآ وكنت بتشوف اللي هيديني جروس في الخمسة ونوج روس في السبعة. طيب وكان فيه واحد بعديه قالك اسمه اللي هو مرادة هيحط لود ويخليه نص ساعة. قالك ان انت هتجيب وتسيبها تلاتين دقيقة وبعد كده تعمل وتشوف انهي وتاخد المين بتاع الكونسنتريشنز اللي تعملك آآ آآ اللي تعملك ما بين اللي بيه اخر واحد يعملك جروس واول واحد يعملك نوجروس يبقى اعلى يعملك جروس واقل يعملك نوجروس طيب ده اللي تشيك مارتين ودوة الريديا الوكر وبنحسب وحسبنا منه الفين والكوفيشنت الكواليتاتف كنت بحسب الجيمي سايدل وكان فيه منه الكوانتيتي في عادي خالص كنت بتحطوهم على بعض كنت بتحط المايكرو اورجانيزم على الديس انفكت انت بتاعك وبعد كده كنت بتحسب تعمل سب كالشر وتحسب الايه الكاونت. وكنا بنقول الجيمي سايدل افكت. نختبع هنا الجيمي سايدل افكت بيساوي لوج العدد الاصلي الان سي ماينس لوج الان دي. وقلنا ان فيه واحد تاني اسمه التلت خمسات او الدتش ستاندرد. نيسميني تلت خمسات علشان كنا بناخد خمسة مايكرو اورجانيزم لاما بيعملولي انفكشن في الهوسبتل ازا لاما في الفود وحطهم على الديس انفكتنت واسيبهم اكسبوشر تايم خمسة مينتس والريزلت المفروض تطلع خمسة دوت كده الساسبينشن وقلنا ان بعد الساسبينشن فيه عندنا الكباسيتي كنت الكباسيتي بزود اللود. فكنت بعمل ايه فكنت بكيب الديس انفكتنت وحط عليه مايكرو اورجانيزم واسيبه اكسبوشر عادي خالص وبعد شوية احط شوية كمان من المايكرو اورجانيزم واسيبه نفس واعمل السابقة الشر بتاعي وبعد شوية نفس الحكاية. طيب دوت كده الكباسي. طب ايه الكاريير? قالك الكاريير ان انت عندك متل. هتعمله وتحطه هو في وتسيبه اكسبوشر تايم وتشوفه هل هيدي اجرس ولا نجرس. طيب. دوت كده بعدها قلنا في البراكتكال. البراكتكال تيست. طيب بتاع شغل السا الحمد لله. البراكتكال تيست. عندي اتنين في البراكتكال تيست. لايما عايز اشوف الانسترومنت. ديس انفكشن. فان خلاص هتحط الانسترومنت. هتعمله وتحطه فيه الديس انفكتنت وتشوفه هل هيدي اجرس ولا لأ. وقلنا دوت سيم از كاريير تيست. نفس الخطوات ولكن ويزهاير لود. وفيه السيرفس. ديس انفكشن. قلنا هنعمل ايه? هنجيب دوت. ونحط عليه ونسيبه يدروي. ونجيب الديس انفكتنت. ونعمل عليه. بعد كده نشوف هل هيحصل ولا لأ? طيب. بعد البراكتكال كان فيه مين? بعد البراكتكال تيست. كان فيه ايه دو اللي كنت بعمل فيه مونيترينج للهوسبيتال ديس انفكشن. قبل عملية الاعدام. فانت كنت بتاخد سامبل من الباكت. والتريك ان انت بكتش بتحط عليه ديس انفكشن. ما هي كان محدود عليها ديس انفكشن. بتحطها في اه فيه ايه من وتاخد منه خمسة لعشرة وتعملها سبك الشر. ده كده عظمة خلص. طيب. اه دوت كده كنا من الكلمة على الديس انفكتنت ايه هناخد الديس انفكتنت اجنست مين بقى? المايوباكتيريوم. قال لك مشكلة المايوباكتيريوم حاجة واحدة صريحة ان هو عنده ده الباسوجينك منه. فبالتالي هتطلل ان انا هتطلل ان انا اعمل آآ لمدة منس. يعني اشهر. وده بعد كده طب انا هعمل ايه? هعمل ايه? هعمل واحد اسمه هعمل ودوت هستخدم حاجز مع مايوباكتيريوم سيميج 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 ما سيميج مااتيس سيميج مااتيس. ليه ايه الفكرة بتاع المايكوباكتيريوم سيميج مااتيس دوت قالك ماتش مور فاستر. طيب ادي لك انه آآ حصل جروس يابه خلاص دوت ماينفعش. لو حصل انه جروس يابد دوت احتمال ينفع لازم اعمل تيست. هيكون على مين? هيكون على مايوباكتيريوم تيوبر كيلوسيس. طيب. ايه اللي انا بعملها دول اللي انا بعملهم لو استخدمت الام سيميج مااتيس ساعتها بسميه لو استخدمت الام تيوبر كيلوسيس ساعتها بسميه كونفورماتيف. قال لكم تلاتة تستات تحفظهم زي عينك. السوسبينشن تيست. والكباسيتي تيست. والكاريار تيست. والا او والا او اي سي اللي هما بنسميهم اي 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 فور اناليت اه اسوسيياشن اوفيشيال اوف اناليتيكال كمست. تاعت الاناليتيكال كمست. بتقولك ان انت تفضل تستخدم الكاريار تيست. طيب. دوت بالنسبة للتسينفكشن اي كان اسم مي بكتيريام فيه التسينفكشن اجانست السبورز. المسكراتي السبورز انه هما فيري ريسستانت. في ريسستانت. فساعت انت هتستخدم تو تيست. الدوتش ستاندر تيست. والكاريار تيست برضو. والا او سي بتقول ان انت تستخدم الكاريار تيست. وهنا فرين مش هتستخدم الدوتش تيست. طيب. ايه الدوتش تيست? هتحو اعمله على باسيلس سيريس. دوت نوع بكتيريا سبور. اما الكاريار هتستخدمه برضو على باسيلس بس سبتايلس. بفتكرة من سبتايتلز يعني اه اللي هو الترجمة اللي بتنزل تحت. دي طريقة بس اللي بفتكرة بيها. والباسيلس سبتايلس. والكلوستريديام. بتطلع سبورز يبقى سميها سبورو جينز سبورو جينز. طيب تمام. اه والكاريار بتاعي هي دي شوية حاجات بس كده يعني بايخة ان انت مفروض تحفظها اللي هم نوع الايه الاكزامبرز اللي انت هتستخدم عليها. قالك الكاريار هيبقى باسيلة سبتايلس. اما الدوتش هيبقى باسيلة السيريس. والكاريار برضو. والكاريار بتاعك حاجة اسمها بيني سيليندرز. او سلك لوب. اسمها ايه? سلك حاجة لوب. سلك لوب. طيب. هقولك سلك ساتشور لوب. طيب. اه دي الحاجات اللي انت مفروض تحفظها. ان انت بتستخدم الكاريار تستاكنيست الاسبورز. يقبقى دد الباسيلة السابتايلس او الكوليستوريديم سبوريجنس. والدوتش دد الباسيلة السيريس. سيريس جات. يقبقى على طول ده دوتش. طيب. هنا الدوتش تستدوت بيقبى برضو خمسة خمسة. يبقى هتاخد خمسة مايكو ارجانيزم. وتحطوهم على الديز انفكتنت. وتسيبهم خمسة مينتز. والريزلت المفروض يطلع بيساوي خمسة لوجز. خمسة لوجريزمس. انا خمسة لوجريزمس معنى كده ان هو فيدل موجود شوية من الديز انفكت. اه فيدل موجود شوية من اه شوية فعلشان كده انا ما باضطرش استخدمه ان هو نوت يوزد وباستخدم الكاريار تست. علشان الديز انفكتنت المفروض بيقتلي كله. طيب. الخمسة مايكو ارجانيزم دول. قالك ان انت كمان علشان هما سبورز. اه فهم اه في الاصل بيبوا فيجيتاتي في بكتيريا بتحولي لسبورز. فانا لازم علشان تحولي لسبورز. اعمل دراستيك كونديشنز ان انا هسخن عندي تمانين سليزيس تجري. بس. بديل حتة زيادة اللي انت تخطها. طيب. هنرجع نبنرجع لها بس ناخد الحتة اللي بعديها. ديز انفكتنت اجينيست فيروسيس. واجينيست الفانجو هيطاب اجينيست الفيروسيس. قالك الفيروسيس ان انت مفروض تعرفه ان هي بتجرو انترا سيلوري. فبعد ما تعمل التست عادي خالص اللي هو مسلا السسبينشن تست. هتعمل السب كالشر ازاي? هل هتطعف الاجور? لا الاجور ما بيطلق. ما بيخليش الفيروس ينمو. فانت الامة تعملها على تيشو كالشر. وساعتها بسميه سيرفايفر. فيروس. ولو كان مميت. اهلا خلاص احقنه في انيمل. لو مات. يقبل تزينفكتنت ما قتلش الفيروس. لو ماتش يقبل تزينفكتنت انت قتل الفيروس. طيب تمام. في الديسينفكتنت. اجانست الفانجوي. الديسينفكتنت اجانست الفانجوي. قالك ان انت هتعمل برضو التستات عادي خالص. بس فيه نوعين. لاما الفانجوي بتاعتك تكون فيه بتعمل هوسبيتال انفكشن. لاما تكون بتعمل فود انفكشن. الهوسبيتال هو مين? الكانديدا البكنز. ده اشهر بيعمل هوسبيتال انفكشن. خدناه فين? ده قبل كده كان من الخمسة اللي بيعمله برضو هوسبيتال انفكشن في الخمسة خمسة خمسة تست. والفود انفكشن مين? اسمه ايه? اخدناه قبل كده برضو في النفس الخمسة خمسة تست. قالك اسمه مايسيس سكارو. مايسيس سيرفيزي. بفتكيرها ازاي? حاجة مش عامية خالص. اكل يبقى بسكره. وبعمله سيرفيس. يعني بقدمه. يبقى سكارو مايسيس سيرفيزي. طيب. نقول تاني. خلاصة نخصف الجديد في بكتيريا. هنقول اه مايباكتريم. تقول مايباكتريم اه والله ده كان فيري 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 سلو. فساعتها انا هعمله الام سميجميتس سميجميتس. وده وتبريه سامتف دست. ولو هو طلع شغالي عن الدالي نجروس. يبساعتها هعمله اه يبساعتها هعمل وده وتأكينست المايباكتريم تيوبر كيلوسيس. طيب كان ايه التستات اللي انا بعملها? تلات تستات اكينست المايباكتريم. لاما 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 كاباسيتي لاما كارير طيب الديزنفيكتانت اجينست مش الفايرس باول الفانجواي هما نوعين. لاما 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 كارير. هيا بقى جينس الباسيلس بتفتكرها بان الباسيلس من البازيلة من البازيلاء من الباسيلة وبلاقيها ان الباسيلة عام لقيه شيس حواليها كده. يبقى باسيلس سيريوس. وكارير باسيلس سابطايلس. او الكولوستريديم سبورجينس. والجارير بتاع البيني سيليندرس. او السيل كلوب. ادتش قلنا ان انا بس كنت بساخ علشان احاوله من الفيجيتيتيتف للس بورج فانا كنت بساخ انا عندي تمانين سيلزيس ديجري. اه وما كانش دوت بينفع فكنت بستخدم علشان بيديني في الاخر خمسة لوجريزم. فانا بستخدم الكارير تيست. ودوت اللي بيبصو بيه. ال اي او اي سي. ال اي فور اسوسياشن افيشيال. اناليتيكال كيمست. اه كده خلاص خلصنا الديسنفكشنز. الديسنفكشنز هناخد التوبكال. اه لا مش التوبكال. الانتيسيبتكس. الانتيسيبتكس. بتاع الانتيسيبتكس. بتاعها انتي سيبتيكس هيبع عندنا كام تست هيبع عندنا الام اي سي والام بي سي ودول خدنهم قبل كده وفي واحد اسمه باسم ما احنا الروحين اه الاي ار او الاي فور اي بنساها على طول بنساها اي ار اي انديكس الانديكس ريشيو وي السيرفيس كونتاكت وده اوت مهم جدا ان وزننا هيجي في الامتحان وي الانتي سيبتيكس فيه الانتي سيبتيكس فيه الورار بريبراشنز اما اي سي والام بي سي دول استخداموا اه دول قلتهم قبل كده فانا بالتالي مش هقولهم تاني ولكن هو بس قالك نوت عليهم قالك لازم يكونوا في بريزنس وفي سيرم وبلد وي ازر ارجانيك ماتيريالز ليه قالك لان انا لو هستخدم الانتي سيبتيك على الجلد بتاعي فانا باستخدمه في حالة الووند فساعة هلاقي في بلد وسيرم وورجانيك ماتيريالز تانية طالع طيب اه ناخد اول واحد الانديكس ريشيو الانديكس ريشيو ايه الانديكس ريشيو دا بطبES بييقول لك ان انا هستخدم السub سابستاتيك كنسانتريشن ليه سابستاتيك كونسانتريشن يعني كونسانتريشن من ولكن تحت ولكن تحت ان هو يعمل فمعنى كده ان هو هيعمل برضو يبقى هو بيعمل يبقى هستخدم الانتي سيبتيكس بتاعتي في فبالتالي مش هيوقف نموه البكتيريا ولا هيقيت لها ولكن هيبطئ النموه بتاح طيب بفتكر ازاي الانتكس ريسيو ده بسميه سباق الميت او الالف متر او الالف كاونت مسلا عشان نكون دقوكي طيب يعني اي سباق الالف كاونت يعني بقنا ببساطة هستخدم في مرة في مرة بيقولك ان الار الانتكس ريسيو بيستوي الجي داش على الجي يعني الجي داش دوت الطايم اللي يخده البكتيريا علشان تنمو في وجود الديس انفكتنت اللي هيكون قليل لا معلش الديس انفكتنت بيزود من الديس انفكتنت بيعمل السلو واللي الجروس فبالتالي هياخد طايم اعلى وهنا الجروس اللي هو الجروس اللي هو الطايم اللي بياخده البكتيريا ان هي تيجي ولما ما يكون مافيش ديس انفكتنت نقول تق الانديكس ريشيو دوت انا بشوف بجيب بكتيريا وبجيب بكتيريا مرة بحطها على الديس انفكتنت ومرة بحطها على مية هلاقي ان انا حطيته في ديس انفكتنت في الساب استاتيك كونسنتريشن هلاقي ان هو بيجروه سلور فياخد مور طايم ودوت هنحطه في مية عادية خالص فيجروه عادي جدا فانا هشوف الجروس في الديس انفكتنت على الجروس من غير الديس انفكتنت الجروس في الديس انفكتنت المفروض ان هو ياخد مور طايم اللي بقى سمتنين طايم على بعض وكل ما زاتت ال اي ار معنا كده ان هو خاد وقته اكتر معنا كده ان الديس انفكتنت في الساب كونسنتريشن كان ال افكت بتاعه اعلى معنا كده ان الانتي سيبتيك بتاعي افضل طب تاني حاجه السيرفس أو تالت حاجه بقى كان فيه ام اي سي وم بي سي السيرفس كونتاكت تست السيرفس كونتاكت تست انا انا عايز اتشوف الريليز بتاع الانتي سيبتيك فروم كاريير توجد انهيبيتوري افكت او ان انا اجيت بايوسايدل افكت. يعني ايه الكلام دوت? يعني انا دلوقتي عندي مثلا القطنة. حطيت فيها ميركرو كروم او حطيت عليها بيتادين. هل هي هتقوم حط النوق القطنة البيتادين دايدة على جلدي? هل هتشتغل على طول? قالك لا لان هي اساسة موجودة في القطنة وهيحصل لها ريليز وتروح اللي اسكن. فقالك خلاص انا بدل ما اجيب القطنة دايد بجيب سيلوفان بيبر. واغرقها نفس الفكرة. بدل ما احط عليها بيتادين احط عليها الانتيبيوتك بتاعي. الانتيبيوتك ايه? الانتيبيوتك بتاعي والانتيسيبتك بتاعي. وبدل ما احطها علي الجلد هحطها في سيدة اجور بليت. وحضر كزا سيلوفان آآ وحضر كزا سيلوفان بيبر. دايد مثلا انا هحصلها اول ما احطها هحشلها بعد زيرو تايمز. دايد هحشلها بعد دقيقة. دايد هحشلها بعد دقيقتين. دايد هحشلها بعد خمسة. لقيت ان دو وبعد كده بعد ما شلتم كلهم هعمل لهم انكوبيشن. هلاقي ان مثلا عند زيرو مينتز و تو مينتز حصل جلوس سعادي. ليه حصل جلوس سعادي? علشان ملاح اتش تنزل يحصل لها ريليز من السولوفان بيبر وتروح الاجور بليت بتاعي. لكن عند اه اه دوت عند زيرو واحد لكن عند مثلا التلاتة وخمسة عند تلاتة وخمسة. حصل ما حصلش جلوس حصل نوجلوس. معنى كده ان هو حصل انهيباتوري افكت. طيب. واحد يقول لي انت ايش عرفك انه حصل انهيباتوري افكت ما هو ممكن يكون حصل بايو سايدل افكت. قال لك خلاص. شوف الشوية اللي حصل لهم انهيباتوري افكت. وخدهم وحطهم فين? في النيوترون تبلوس وعمل لهم انكوبيشن. دوت مثلا حصل له نوجلوس. معنى كده ان هو مفيش ليفنج. نو ليفنج سيلز. لو دوت مثلا عند الكونسنتريشن الخامس. ودوت عند الكونسنتريشن التالتة. وهنا حصل جلوس. يبا كان فيه يبا كان فيه فيو ليفنج. يبا ساعتها دوت عمل انهيباتوري افكت نات بايو سايدل افكت. ده اختصار شديد. في التوبيكال بريباريشنز. افلواشن اف انتيسيبتيكس ان توبيكال بريباريشنز. دوت هعملها ازاي نفس فكرة السيرفس نفس فكرة كل حاجة ان انا مسلا عندي الاسكن بتاعي هوت. دوت ادعية هي. وهحط عليها المايكرو ارجانيزم. وبعد كده هروح حاطط عليها الديزينفكتانت. وعايز روح واخد الحتة ديت اتقشيتها كده. وراح عمل لها ساب كالشير. دي طريقة حلوة انه كده اعرف حل حصل جروس وانه حصرش جروس. لو حصل جروس يقبل الديزينفكتانت. لتوبيكال اه معلش مسدسينفكتانت بقى انتيسيبتيك. يقبل الانتيسيبتيك. لو حصل جروس يقبل الانتيسيبتيك ما ما اشتغلش لو حصل جروس يقبل الانتيسيبتيك يشتغل حلو جدا. طيب. اه فيه طريقة ثانية. دي سمع ايه بس? ثانية. Humans are able to تمام. عملنا السابق الشر عادي خالص ان انا حطيته في قالك او تعمل حركة تاني ان انت تعمل باي ديستيلد ووتر معلش استيريلايزد ووتر استيريلاي ووتر وتعمل على الووتر ديت اللي هي بعد ما نزلت تعمل لها تشوفها لو هي ما زالت استيريلا يبقى هي ما خدتش مايكرو ارجانيزم يا قبلتست بتاعك شغال تمام لو نزلت معنى كده ان هي خادت مايكروبس من جلدك يبقى ساعدتها بتاعك مش شغال تمام لا في الطوبيكال بريبيريشن طيب عندنا في اول حاجة جات في بالي ان انا هفتح بقي واعمل وبعد كده اخد ولكن الكلام دوت يعني مش فعيل هل بقى انا هيحاية وامرض واستنى اشوف هيشتغل ولا لأ وبعد كده هروح هتف مسلا فيه هتبقى حاجة موريفة جدا فقال لك لأ انت بس هتحكي اللي جوا بقى ايه اللي جوا بقى السلايفة يبقى التست هيبقى موجود في وجود السلايفة طيب في حتة كنت نسيتها هقولها بعدين طيب في وجود السلايفة وانا ساعتها عندي هعمل التست عادي خالص جدا 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 ان انا هحطها في شوية سلايفة المايكرو ارجانيزم هحطه في السلايفة وهحط عليهم الانتي سيبتيك عليش الانتي سيبتيك عادي خالص واشوف هيموت ولا لأ طيب هسيبهم الاكسبوجر تايمز قد ايه قالك الاكسبوجر تايمز لو كانت غرجل الغرغرة قال خلاص انت اقصى حاجة تتغرغل فيها من خمسة لستين سنة يا بل اكسو بوجر تايم من خمسة لستين ساكنز اما لو كانت لوزنجز فانت بتاخد الاستحلاب دوت لمدة من دقيقتين لعشر دقايق فساعتها يا بل اكسو بوجر تايم من دقيقتين لعشر دقايق ايه اللي انا نسيت اقوله بيقولك ان اران الانتي سيبتيكس المايكرو ارجانيزم اللي انا هحطه يكون حاجة من الاتنين لاما ستاف لاما ستريبتو كوكس بايو جينز تكل ستريبتو كوكس بان اللي بيعالجو ستريبسيل دوت ولا اللي هو الاستحلاب ده ستريبسيلز تمام تمام طيب في الطوبيكل اللي حتة اللي انا نسيتها المايكرو ارجانيزم بتاعي بيكون غالبا غالبا لا مش مكتوب ايبا منسيتهاش اشوف موجود ولا مش موجود لا مش موجود ايبا انا منسيتش حاجة الحمد لله طيب كده خلصنا الانتي سيبتيكس هل نرجع ولا طيب نرجع بصورة الانتي سيبتيكس كانوا خمس كان فيهم كام تست اتنين واتنين واتنين ستة تست تريبا اه تمام ستة تست كان والم بي سي وكان فيه الانديكس ريشو وانا الانديكس ريشو دوت سبا انا هشوف مين هيوصل الاول للالف كونت مسلا وكلنا بنقول ان هو بيساوي على الجي والاتنين دور هنا في وجود الديسنفكتنت ودهوة الطايم في وجود في عدم وجود الديسنفكتنت ومفروض ان الديسنفكتنت هيزود الطايم اللي هيحصل فيه الجروس فبالتالي زيادة الانديكس ريشو معناها كان في ايه بعد الانديكس ريشو كان فيه سيرفس كونتاكت تيست ده با كنت عايز اشوف الريليز من الكارير علشان يعمل لي يعمل لي او يعمل لي كنا بنعمله ازاي دوت كنا بنجيب ونحط عليه كزا عليهم ونسيلهم كانت ايه بتاعتي اشعال فحفظ الاوقات اه زيرو واحد اتنين خمسة عشر مسلا زير واحد اتنين خمسة عشر او ايا كان هلاقي ايا كان قصدي هلاقي ان في اول حصل حصل جروس عادي لما زودت حصل نجروس حصل نجروس انا ده وقت اعايز اعرف التايم اللي انا محتاج التايم دوت هل هو عملي الخمسة والعشر هلاقي مثلا ان الخمسة لو خدتها لو خدت منها لو خدت الحتة اللي تحتيها ديت وحطيتها في لو خدت السامبل منها وحطيتها في النيوترونت بروس هيحصل معنا كده ان هو كان هو بس عمل للجروس طيب لو خدت العشرة هلاقي انه ما حصلش جروس طيب هو ساعتها كان عنده بهاي سايدة طيب تمام وخدنا في قلنا ان بحطها على جلدي بحطه على جلدي وبعد كده حط عليه واخدها واشوف وحطها في او اعمل لها ودوت اللي انا شايفه افضل اللي انا شايفه لو فدرت يبقى ما نزلش معها يبقى ساعتها الانتيسبتك شغال لو مفضلش يبقى بنزل معها مايكرو أرجانزم يبقى ساعتها الانتيسبتك مش شغال كان فيه الانتيسبتك قلنا في الانتيسبتك ان انا بحطها في صلايفة وبعمل التست بتاعي عادي خالص ان انا بحطها مايكرو أرجانزم في صلايفة الانتيسبتك وروح صابب عليهم الانتيسبتك واشوف فيه جرس ولا ما فيش جرس وقال لك المايكرو أرجانزم بتاعي مايكرو أرجانزم بتاعي يريكون حاجة من اتنين من فاكرا مورترك ستريبسيس يبقى ستريبتو كوكس بايو جينيس أو الستاف ارياس تمام اخر حطة عندنا في الليكشور العينة ديت افرويشن بتاع بريس ارباتي افز 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 افز